حياكم الله أصدقاء وإياكم أنسا لا تنسى الصلاة على النبي أهم أخبار المنطقة بالعراقي وكاساس إعلام كويتي يستفز للعراق خلينا لايك واشتراك تابعوا إياي أهلا كويتي أحمد موسى لجريدة الرأيه يقول أن هين الاجتماع الخاص بدخول الجماهير في بطولة كأس الخليج اللي راح تقام بالكويت واتفقنا على دخول الجماهير بدون فيزا وبشكل مجاني إلا الجمهور العراقي يدخل بفيزا وغير مشمول بالقرار يعني هو هذا الرد الجميل تتذكرون مقليجي 25 من فتحوا بيوتهم لكم؟ يعني شون هذا الحقيق على العراقيين هي تشعام عيونكم؟ بس موسوطكم موسوط أهل البصرة الضيفوكم وفتحوا بيوتهم لكم بس الظاهر أنتم مؤادم أرض الاتحاد أحمد الموسى يطم من الجماهير العراقية يقول المدرب كأساس هو من سيقود المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم يعني إن شاء الله كأساس باقي آخر تصريح لراضيش نيش المدرب منتخب العراقي يقول أتعجب على المنتخب الوطني ليش ما يستدعي منتظر محمد كأنوش حاليا هو أفضل لاعب في الأولمبي يا كاتن يا حبيبي من كل يتنشفنا فضائح ضد المغرب أشرف حكيم السوابي يعني أنت صدق تحتيت إشاقه عندنا زيدان إقبال عندنا ماركو فرج عندنا محمد الطائي وجديد لوكاس يلمون يعني وين تريد تخلي كأنوش في نصف دول المحترفين اللي هم كلهم أفضل منه؟ رأيكم ابتصريح راضيش نيشل وكم تقيمون كأنوش من عشرة؟ منتخب الناشئين أحمد كاظم في تصريح يقول ثلاث محترفين سيتواجدون مع منتخب الناشئين في بطولة غرب أسيا وهم كل من قسور علي ويوسف بلال ومراد فؤاد هناك اتفاق مع رئيس الاتحال عندنا ندرجال أن بطولة غرب أسيا ستكون تحضيرية واستعدادية لتصفيات أسيا يعني هذولا الثلاث محترفين جاي بيهم أكيد سنشوفهم على مقاعد المدلاء واشتغل ثاني للمحيرة الجمهور العراق لماذا أي بطولة تدخلوا لها يقولون هاي تحضيرية واستعدادية للبطولة اللي بعدها يعني رأيسا نذبون الغذر اللي قدامه حتى خاف تخسروا ما ينتقدكم من جمهور العراقي الآن يملك بستويشتاون فقط مهاجمين اثنين متاحين هم علي الحمادي وليام دي لاب حيث سيكون للمهاجم العراق نصيب كبير من المشاركة في بريمارليك بعد جهوزيته التامة إن شاء الله المدرب العراقي فيصل عزيزي قل لماذا تتم محاسبة مدرب المنتخب والنبرادشنياشل فقط ويتم غض النظر عن مساعده الإسبانيين سيما وأنهم يعملان بالأساس مع مدرب المنتخب الأول من الضروري التوفير تحضيرات مثالية لكأساس قبل الدخول في غمار التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026 كون لم تكن هناك استعدادات جيدة للأولمبي قبل الدخول في أولمبياد باريس يعني بعد كيف يستعدون لعبهم بطولة آسيا واخذوا الثالث وليعبهم يا مصر والديه وهم ابنفسهم قالوا نكتفي بمباراة واحدة فقط مع مصر وعلى شون نضبه براسل الإسبانيين وعلى شون نتريد الجمهور العراقي حاسب الإسبانيين إذا المدرب ساحب لي وان ما كل لعب مصابب نادية واحتياط ساحبه وعايف أفضل اللعب المهترفين ما ساحبهم اللي هم أجهز منهم ليش ما تحكون هيتش؟ جماهر نادية بستويشتاون الإنجليز عبر تويتر كان العلي الحمادي وردا كبيرا في تاهول الفريق إلى البلوري مارليك يجب أن يبقى معنا بحسب المصادر إدارة نادي الزمالك تتواصل مع أحمد فرحان من أجل انضمام لصفوف القلحة البيضاء في طريقها لانفتحة إدارة الشرطة من أجل شراء بطاقة اللاعب إصابة جناح نادي هرنفين هولندي وبالتالي بقي فقط لاعبان في خط الجناح مع هرنفين هذا الموسم وهما إلياس السبعة ودانيلو السعيد 35 ألف تعليق على حساب نوح درويج من قبل الجماهر العراقية من أجل تمثيل منتخب الوطني برأيكم هل سيوافق؟ ساعد ناطق والوائي العاني وقعها بشكل رسمي على كشوفات نادي الطلبة من أجل تمثيل الفريق في الموسم المقبل من دور النجوم العراق كابتن باريم يونيق يوسف نصراوي يصنع هدف لصالح ناديه وعمار محسن يفتتح التسجيل لبراغض من منافسات الدور السويدي الدرجة الأولى المهاجم العراق عمار محسن خلال مباراتين سجل ثلاثة أهداف بحسب المصادر رجوع حيدر زكلي برنابج ستوديو الجماهير في قناة الشرقية بدلا من الأسبوع المقبل مساعد كاتانت سابقا رحم حميد يقول عندي عروض عديدة للتدريب عرضي من عندي عربية على طاولة الخاصة